الهجمات الأخيرة على المطاعم وشركات الأمريكية والبريطانية أفرزت حقيقة واضحة لأي مختص ومراقب للشأن العراقي وهي أن الميليشيات المسلحة تلعب بكيف وتختار الوقت لناسبها وتنفذ الإبراسة وماك قوة بالأرض العراقية تقدر توقفها أو تمنعها عن نشاطها كذلك أفرزت حالة من الضعف والوهن بأجهزتنا الأمنية مع الأسف اللي ما قدرت تخوف الفصائل المسلحة وما قدرت تدافع وتحمي أي منشئة تم استهدافها أو راح يتم استهدافها وهنا نوجه كلامنا للسادة الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية ونقول لهم شو منتظرين حتى تردون وتحافظون على هيبة الدولة وسمعة قواتكم وأجهزتكم وقياداتكم ورجالكم شو منتظرين وانتوا جاي تشوفون الميليشيات هاي تعيث الفساد ببلدكم وترهب وترعب الشركات الأجنبية العاملة ببلدكم اللي هستوى بدأ يجتمي الهوى ويتنفس شو وقت تضربون بيد من حديد وتقطعون الأيدي اللي تنتد على المؤسسات أو على مؤسسات الدولة ومصالحها ومواردها هسأقلها خلنشوف أي ردة فعل من عدكم أو أقلها خلنشوف الهابة والقوة اللي يشوفها بمقاطع الانستجرام والتيك توك لو هاي تطبقوها بس على الفقرة وعلى اللي لا حوله له ولا قوة أما هاي الفصائل الخارجة عن القانون فما عدنا حشوياها لأن الميستيحي واللي متاخذ الغيرة على بلده وأبناء بلده فهذا كل شي لا تترجى منه بس نقول لهم اتذكروا شيء واحد وخلوه ترشية بإذانكم وأن العرق كله يكرهكم ويكره أعمالكم الهمجية ومهما طال الزمن لابد يجي يوم أو يجي وقتكم ويجي من يأدبكم ويأخذ حقنا منكم لأنه ما يصح بالنهاية إلا الصحيح ولأنه دار الظالم خراب